الذين لا يرجون رقاءنا وراموا واطمأنوا وهم النار بمكان واكسر روح جهنم بقى كمل فيها شعاره في الدنيا ما ليه ها ما ليه للدنيا ان النهاردة يومين ويتقضوا على الارض على الخشب على يتقضوا اصلا خايف لموت بكرة الاشكال فموت بكرة قبل ما تمتع بكل ده هي دي بقى القضية ما ليش هات من الاخر من الاخر اللي تعلق قلبه بالاخرة لا يبالي بالدنيا يبقى شعاره في الدنيا ما ليه ها ما ليه للدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب ايه استظل بظل شجرة اللي استظل بظل شجرة ده بيبني قصر تحت الشجرة بينام على ايه تحت الشجرة سيدنا عمر كان نايم على ايه وضع نعاله تحت رأسه ونام تحت الشجرة ما فيه سرير ولا مرتبة اول مرة اعرف حاجة اسمها مرتبة بالحافظة المهم يعني الشاهد ايه النهاردة انك انت لا تبالي بقى نايم ازاي متجوز مين عندك فلوس ايه هتتغدى ايه هتتعشى ايه لبس ايه كل ده جميل جدا يبقى نيبقى معك فلوس وبتجيب وبتعمل فيش مشكلة خالص خالص لكن ما يبقاش ده همك ما يبقاش ده ركونك للدنيا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورادوا واطمأنوا ان الذين لا يرجون لقاءنا وايه ورادوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون ولاقي كما واهم الناروا بمكان واكسهم روح جهنة بقى كمل فيها لو راضي بالدنيا ومطمئن لها وغافل عن انه هيموت بكرة وزي ما قلتلك كده الاشكال الكبير يا حبيبي الاشكال الكبير جدا 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 انك لو مت بكرة هتقابل ربنا بايه هو ده اللي انا خايف عليك منه لو مت بكرة هتقابل ربنا بايه معاك ايه تقابل بيه ربنا شكر على كل النعم اللي انت فيها دي فلما تسقط في الشكر طيب لسه بقى بقيت الاعمال بقيت الحقوق بقيت الحقوق ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورمت اقدامه وسجد حتى خيلة قبض في الشكر القفل اكون ايه عبد انت مش غفر لك ما تقدم ذنبك قال بس ده انا باشكر طب اللي ما غفر لهش لسه ولا شكر لسه هيقابل ربنا بقى بايه اقابل ربنا ازاي هو ده الاشكال هو ده موضوع بقى قصر الامل بمنتهى البساطة انتوا قلولي النهار ده اختصر اختصر حاضر اختصر 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 كسر الامل هتموت بكرا هتقابل ربنا بايه مش عايز احكيلكو قصص ده كان فيه واحد صديق عزيز من الاغنية وكان طيب وساكن في شقة ورس عن امه كان عايش مع امه اتجوز مع امه امه ماتت قاعد في شقة ومراته ومراته بعد امه في شقة امه بعدين ربنا اكرمه وفتع عليه ووسع عليه وبنى قصر في التجمع مش عارف فين صراحة بس هي في الحتة الجديدة دي وخدني في الراجل بقى على القصر شوف المقابل دي من ايطاليا المطلية ده المطلية ده مشوف اللخام ده مش فاكر بقى مش عارف منين واللا المهم قادرا انا مش فاكر ايه الاسباب الابت عليه مش فاكر الابت عليه ليه يعني بسه هو انا ربنا يستر المهم يعني ان حصل الابت عليه وبعد كده اما جاء اتصل بي انا بكرا بقى هنفتك اتتح الفيلا مش تيجي ولا تقولها مش شاكر المهم يعني ان هو دانيوم مات مات ولم يدخلها فاتحة ولم يتمتع بيوم فيها مات في شائعة امه الجائبة مات 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 مات